بمشاركة القائم بالأعمال في استفارة السعودية في بيروت وليد عبدالله البخاري بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المساعدات الإنسانية وكفالات الأيتام التي تشمل 12 ألف أسرة لبنانية وسورية في شمالي لبنان وتتولى البرنامج ربطة العالم الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية برعاية استفارة السعودية في لبنان السفير البخاري حضر إلى مجد الأحسن في أبي صمرة في ترابلوس حيث قدم المساعدات بنفسه أتي حصة غذائية للبنانيين والسوريين وأربعمائة بطانية وتقريبا العدد مماثل في منطقة تعكار عدد الأيتام الذين سيتم توزيع كفالات لهم يتجاوزون الألف ستكون على مراحل وطبعا الأيتام كفالاتهم دائمة ومستمرة وتبدأ من حين تقديم الطلب إلى أن يتم اليتيم الثامنة عشرة ولفت الشيخ حدارة إلى أن هذه هي المرحلة الأولى وسيستكمل العمل تباعا متوجها بالشكر إلى هيئة الإغاثة ورابطة العالم الإسلامي والاستفارة السعودية ترجمة نانسي قنقر